استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العام صباح اليوم وفد كلية القيادة والأركان البحرية الباكستانية برئاسة اللواء الركن محمد أمجد خان غازي وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيم رئيس هيئة الأركان وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالوفد لكلية القيادة والأركان البحرية الباكستانية مشهد أن معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء لواء ركن حسن محمد سعد القائم بعمال مدير ديوان القيادة العامة واللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للأمداد والتموين والعميد ركن بحري الشيخ خليفة بن عبدالله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكية البحريني والعميد ركن الشيخ أحمد بن خليفة الخليفة مدير التعاون العسكرية ترجمة نانسي قنقر